وبحمد الله ورعايته تم بـ 25 مايو سنة 83 افتطاح مطار الملكة عليها الدولي مطار حضاري جداً يتكون من مبنيين اثنين كل مبنى في ست بوابات تصل مباشرة إلى الطائرة بخلال الجسور في كافة الوسائل الحضارية والوسائل الملاحية مدرجين اثنين من أحسن المدرجات الموجودة في المطارات العالمية وحسب المواصفات العالمية يوجد فيه سوق حرة يوجد فيه مباني ومكاتب لشركات الطائرة الأخرى يوجد فيه امتلت هناغر لصيانة يعني التسع والهناغر هذول أو المرائب بسبوع العربي لخمس طائرات في أنم معنا يعني في لحظة واحدة يكون يستطيع هذا الهناغر أن يستضيف خمس طائرات للصيانة أو ثلاث طائرات من الحجم الكبير العملاق الهاندلينك أو خدمة شركات الطائرة الأخرى أيضاً كانت بسيطة سلالم تتحرك بالإيد والشغيلة بيزبطوها يدوياً الآن كل هالوسائل هاي الآن الجسر يتحرك إلى باب الطائرة وركاب ينزلوا دون يحس أنهم نزلوا إلى الأرض أو غيروا الجو أو تعرضوا لعوامل طقس مختلفة بذكر التموين مثلاً كان هناك متعاهد للتموين وما كان فيه حقيقة مراعاة لأسس السلامة على الأطعمة والهايجين والملكي الأردني كان عندها قسم صرير جداً يدو بكفي حاجة الملكي الأردني لطائراتها البسيطة لرحلاتها القليلة يعني كان المتعاهد خلينا نقف هنا حتى الأجيال الحديثة تتعرف على ماضينا البسيط لكنه كان ممتع وجميل وفي محبة